تقاقت اللاعب ربا العمرية الإنجاز الأول لمملكة البحرين في لباة رمي الرمح وذلك بدورة الألعاب البرالومبي الأسيوية الرابعة وحصلت بذلك العمرية على الميلادية البرونزية بعد تحقيقها مسافة 17.26 مترا وتعد دورة الألعاب البرالومبي الأسيوية الرابعة مناسبة رياضية هامة تجمع بين الرياضيين دوي العزيمة من جميع اتحادات القارة الأسيوية وتهدف إلى تعزيز رياضة الألعاب البرالومبيا ودعم المشاركة الرياضية للأشخاص دوي العزيمة في المنطقة تواصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تواصل عدد تنازلي لاستضافة سباق بابكو انيرجي البحرين للتحمل ثماني ساعات الجولة الختمية لبطولة العالم للتحمل التابع للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2023 وذلك في الثالث والرابع من نوفمبر المقبل كما سيشهد سباق بابكو انيرجي البحرين للتحمل ثماني ساعات انطلاق منافسات الجولة الختمية من بطولة التحمل العالمية 2023 والتابع للاتحاد الدولي للسيارات وما يقارب 35 سيارة على خط الانطلاق تضم سبع مصنعين عالميين وفرق سباق ذات شهر عالمية وقائمة سائقين من الأبرز في العالم يفتتح نادي راشد الفروسية وسباق الخيل عند الواحدة واربعين دقيقة من ظهر غدا الجمعة موسمه الجديد 2023-2024 بتنظيم السباق الافتتاحي والذي سيقام على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى بن خليفة طيب الله ترى وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة رفا بالصخير ويكتسب السباق الافتتاحي أهمية من حيث إقامته والتي تشكل دافعا لجميع الاستبلات للمشاركة إلى خوض السباق والسعي إلى تحقيق الانتصارات بأولى كؤوس الموسمة وسط توقعات بأن تكون المنافسة مفتوحة ومتكافئة في ظل تقارب مستويات الجياد المرشحة في أقلب الأشواط نجحت فرق البحرين للتايكواندو في تحقيق مشاركة إيجابية ومميزة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو التي نظمها الاتحاد القطري للتايكواندو تحت إشراف الاتحاد العالمي للعبة وقد شهدت البطولة مشاركة سبعين لاعبا ولاعبة من مختلف من ست فرق بحرينية وهي فرق أكاديمية المحترف للتايكواندو وفرق مدرسة البحرين وفريق آيس للتايكواندو وفريق الأمبراطور وفريق مركز الدولي للرياضة والفنون القتالية ومركز جناحية حيث استطاعت الفراق البحرينية حص 16 ميدالية ملونة منها خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وثمان ميداليات برونسية شهدت الجولة الأولى من منافسات دوري زين لكرة السلة تحقيق فريق الحالة انتصاره الأول في المسابقة بعد أن نجح في تجاوز فريق الاتحاد بصعوبة في المواجهة التي يقيمت على صالة الاتحاد بأم الحصامة وأنهى الحالة لقاء لصالحه بنتيجة 88 نقطة مقابلها 83 وفي لقاء آخر تجاوز النجم عقبة البحرين بفارق 26 نقطة في اللقاء الذي انتهى بفوز الرهيب بنتيجة 88 نقطة مقابلها 62 وستين ناو